طب ايه قصة احر مكان في العالم؟ اه ده في اثيوبيا انا حسيتك اتحريت وانا بسأل السؤال اساسي دي كانوا اربع ايام عذاب بالصراحة هي منطقة في اثيوبيا هي مش احر مكان على كوكب الارض اعلى درجة حرارة سجيلة تي ولكن هي على مدار السنة اعلى اعلى درجة حرارة في السنة يعني طول السنة بيتكلموا في الاربعين يعني مبتنزلش صيف شتة اربعينات اوكي فوضعوهم صعب الصراحة انا رحت اقعبت هناك اربع ايام في اثيوبيا هي الناس عايشة في خيام معظمهم قبائل والقبائل دي تسعة وستعين في الماء من هم تقريبا مسلمين لان هم قريبين اوي شبه جزيرة العربية جنب اليمن ناحية البحر يعني الاحمر بس الحياة هناك صعبة لانها كلها ارض بركانية اربع ايام انت عايش يعني احنا كنا بالنام هي مش خام هو بيوتهم قصة معمولة من خشب عشان تدخل هوا يعني خشب شجر كده فهو مفتحة من كتر منها الجوه كمان حر كان حاطين بيحطوا السراير بره في الشارع فاحنا بالنام في الشارع والنام اللي هو ما احنا يعني خلو اعزين نقلع كلها نايمين في الشارع اول ما الشمس بتطلع انت بتنام اها بتصحق يعني انت الشمس بتضلم انت بتلحق تنام عشان هتصحق ساعة ستة ما تقعب بقى في الشارع خلاص هتصحق تصحق بالشمس هتصحق بالشمس خلاص هتضرب فيك على طول درجة حرارة كانت 48 48 لمدة 4 ايام ثابتة طب هو مفيش تكيفات مفيش مراوح مفيش احاجة هي منطقة صحراوية هي منطقة نائية معروفة بانها بالملح لانها وطي قوي فيها بحيرات وطي وبركان يعني ملح وبركان اكتر حكتين ممكن تخليك دو فيه نار اه نار بالزبط اول مرة في حياتي اشوف بركان خافين لون كل حاجة بتتغير كل شوية تعرفوا زي يعيش بلدي صالح وانت صام سلام انا بيكو في فيديو جديد ولكن المرة دي في فيديو مختلف فيديو من مكان عمري وكتوا تخيل انا هاجي لان انا ما كنتش مخطط ده وما كنتش اعرف ان المكان بالمنزر ده قابلت ثلاثة اعرفهمش قوي وقرر ان هم ياخدوني على مكان مكان ده احر نقطة عايش فيها بني ادمين على وجه الارض تصل ساعات درجة الحرارة للستين السفرية دي مختلفة لان انا دلوقتي شايف المنزر ده بس اول ما بدأت السفرية ما كنتش شايف اي حاجة فعايز اخدكم في التجربة ونكتشف مع بعض لان كلها مفاجآت زي ما انا اتفاجئت هنتفاجئ سوا حر نقطة في وجه الارض ورايا درجة الحرارة تصل لستين الارض مطلعة مية درجة حرتها مئة وعشرين درجة مئوية بالنسبة لبقى رحلتك للقدس القدس القديمة احكيني عنها القدس هتفضل احلى رحلة عملتها في حياتي انا زرت القدس مرتين زرتها مرة في 2022 ومرة من شهرين تقريبا ثلاثة في رمضان والاتنين كانوا في رمضان صدفة يعني 2022 و2024 قدس انت بتروح هناك تحس انك دخلت حتى مجنة بسبب ان مش اي حد بيعرف يروح هناك مش سهلة الزيارة فبتحس انك اخدت حاجة مميزة قوي اه يعني ربنا اكتب لك ان انت تروح هناك دي حاجة بتحس وانت ماشي طول وقت كي انا حس ان انا حد يغباطني هنا بس القدس طبعا يعني قدس بعيدا عن كمان اهميتها الدينية او اهميتها لنا كعرب والقضية وكل حاجة القدس تاريخيا مدينة عريقة يعني هي من اعدم المدم في العالم وتاريخيا عد عليها حضارات كتير وقديان كتير فكل مكان انت ماشي في تاريخ يعني انت حاسس انك شايف فيلم صلاح الدين وماشي بالحصان في اذقة القدس كلها قدام انا كلها كانت البلدة القديمة دي كانت هي دي القدس زمان قبل البنى اللي يحصل حواليها فلا القدس تجربة يعني اتمنى كل الناس قدرت تعيشها ده اكتر فيديو انت عملت عليه مشاهدة كان تقريبا 11 مليون 11 مليون على اليوتيوب و15 مليون على الفيسبوك وده كان اعلى نسبة مشاهدة او شهرين كمان يعني لسه لان هو كان الفيديو انا بالنسبة لي كان طالع من قلبي قوي وبصوره بشكل حتى مش بروفيشنل قوي الفيديو اللي هو انا فتحت الكاميرا وبس اتمشيت وبفرج الناس لان حسيت ان انا خلاص انا ربنا كتاب لي ان اروح هناك فالناس مش قادرة فانا خليني اكون انا عنيهم يعني بس حتى اول مرة ما صورتش فيديو بالشكل ده يعني صورت فيديوهات بس كان ناقصني الفيديو ده يعني ارجعت مخصوص عشان اصور فيديو ده من اول مرة لما مشيت حسيت ان انا قصرت شوية في تصويره عايز اصور فيديو على طبيعته قوي كده عايش الناس الاجواء ورجعت مخصوص رغم من الظروف يعني انا روحت اوص الحرب اللي شغالة يعني انا لسه في شهر اربعة او خمسة الحرب كانت شغالة عادي بس انا خطرت وروحت لان انا فعلا كتحس ان عايز اوصل قوي الصورة دي للناس